هاي بنات كيف حالكمش الأخبار؟ إن شاء الله يارب تكونوا بخير فيديو اليوم فيديو اليوم كثير 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 نطلب ليش؟ لأنه كلها مرينا بهاي المرحلة مرحلة إنه نحن نكون مبتدئين بأي شيء معين خصوصا بشغلات الميكوب كثير مننا وأنا منكم أول ما بدأت أحط ميكوب كنت مش عارفة شو البرودكتس اللي أجيبها مش عارفة شو أستخدم مش عارفة شو أحسن شيء مش عارفة أي شيء مش عارفة شو البجت اللي عندي ما برف أي شيء من تجربتي أنا أوكي على حسب بشرتي أنا قبل ما أبلش أنا بشرتي مختلطة أوكي البرودكتس اللي هلأ بدي أتكلم عنها هي جدا 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 مناسبة للي بشرت ونفس بشرتي سهل عليكم كثير أشياء بمثلا موضوع إنه أنت تروح تشتري أغراض تروحي مثلا تشوفي شو أكتر شيء يعني منيح أكتر شيء كويس أكتر براندات منيحة وبنفس الوقت طبعا إنه هي تكون براندات دراج ستور دراج ستور يعني اللي هي بتكون غالبا بتكون مناسبة لجميع الناس يعني ف يلا خلينا نبدأ و قبل أي شيء هذا الفيديو مش إعلان لأي براند أوكي أنا بس بحكي لكم الأشياء اللي أنا عاجبتني و اللي أنا حبيتها كتير كنت حابة أنا أروح أصور لكم هذا الفيديو بـ Center Point أو Life Style بس في عزل ما فيني أطلاع بالبيت المهم خلينا نبدأ طبعا أنا و أنا قاعدة عم بتكلميلكم عن كل البرودكت رح أطبقوا على وجهي أوكي عشان بس تشوفوا أنتو يعني كيف هو أول شيء بدنا نبدأ بالترطيب أوكي حاليا أنا قاعدة بستخدم هذا من Easy Care كتير منيح و حجمه منيح و سعره كمان رخيص لو ما عندكم إياه ممكن أنتو تستخدموا كيوفي أو سيتافل هل حتلكم صورهم صراحة ما عندي إياهم هلأ لأني بطلت كتير أستخدمهم بس كتير منح للترطيب أوكي لو ما عندكم أي كريم مرتب بنات ممكن تعرفوا شو تستخدموا النيفيا أفترشيب طبعا للرجال لا تمسخروا عليه بس عن جد أنه كتير كتير منيح للترطيب و لقبل الميكوب أنا صراحة كنت أستخدمه طبعا هدول الأحسن مرتبات هلأ أنا قلتلكم عنهم كتير منح و الحلو فيهم أنهم ما بيسووا طبقة بيضة على الوجه يعني ولا بيخلوا الوجه يدبئ فكتير منح و مرتبات مناحية من نفس الوقت فه يس بحبهم أوكي هلأ رطبنا وجهنا بنيجي هلأ على الحواجب هدول الاثنين من ريميل لندن كتير منح هاي مسكرة حواجب و ألم حواجب كتير منح فعلا مع أنه سعرهم إرخيص بس فعليا بنات كتير كتير منح أوكي سو هذا بيجي ألم عادي ألم حواجب ثابت كتير نفس هيك والمسكرة هاي خرافية سوف يزوم أول شي رح أمشط حواجبي بالبراشي الموجودة هون كمان في منتجات ونات موجودة عندي في البوتيك كمان رح تلكم صورها بس إذا أنتم ما بدكم تشتروا من البوتيك أو عادي فيكم تطلعوا أو هيك رح تشتروهم بتلاقوهم أكيد بلايف ستايل يعني بريت الألم شوي و رح أبدأ أحدد حواجبي شايفين كيف على طول بيرسم كتير حلو الألم و كتير ثابت أنا جربته و في منه درجات كتير كمان أنا أتوقع أنه درجتي دارك براون ما فلي كنتم توقع أنه هي ميديوم براون ممكن عشان أنا درجتي ببنيفت ميديوم براون ف برسم حواجبي نفس هيك بالألم بها الطريقة و بمشط الحاجب هلا بدي أفرجيكم مسكرة الحواجب كتير حلوة المسكرة تبعتهم أولا لونها بجنن كمان نفس الشي دارك براون بس لونها كتير حلو ثانيا بتخص الشعر الحاجب بتبينوا أنتو حواجبكم كثاف ثابتة يعني بتخلي الحاجب ثابت لفترة طويلة و كتير كتير حلوة بتخلي الحاجب ثك يعني بتملية الفراغات اللي فيه يعني البنات اللي حواجبهم أوريدي ما فيها فراغات أو فيها فراغات شوي ممكن يكتفوا بس بالمسكرة ما في داعي يرسموا يعني شايفين بنات مأحلاها كتير بحب المسكرة تبعتهم شايفين فضيعة عادة أنا حدا كتير ملزق ببينفت أو انستازيا للحواجب بس نحنا قدين هلا عم نتكلم عن من الدراج ستور البراندات اللي بتكون يعني سعرها مناسب لأغلب الطبقات بس لو في انت عندك القدرة أو الإمكانية أنه انت تشتري ميكوب شوي يعني مش من الدراج ستور يكون هاي اند كتير بنصحك بأنستازيا وبنفت خصوصا بنفت هالفترة كتير صيراء أحبه طيب انتو شايفين كيف الفرق تبع الحواجب هاي أتوقع كان في عليها عرض زمان في البتيكة تبعي كان بشيو 60 درهم أو ريال ما بعرف صراحة موجود و تشيك موجود 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 هايو الدارك براون هايو رحت لكم صورته هون موجود اوكي منات سو هلا خلصنا من الحواجب نيجي على العيون الباقية هلا في البداية احنا طبعا كلياتنا عارفين انه نحنا قبل ما نحط ايشادو نحتاج انه نحنا نحط برايمر لتحت العين لا جي ببرايمر في البداية اي كونسيلر عندك اي كونسيلر عندك امسكيه حطيه على جفن عيونك نفس هيك وازعيه باي بيوتي بلندر عندك جيبي اي باودر عندك اوكي و بس نشفي المنطقة نفس هيك هلا بنيجي على الايشادو الايشادو كتير بحب ايشادوات ويتن وايلد كتير حلوين نحس انه هاد الايشادو تقريبا بديل لمودرن انستازيا يعني حتى لو نحنا مثلا نفتح بتلاوه انه كتير الوان هون موجودة هون شوفوا مثلا هاد تبع انستازيا وهذا ويتن وايلد بتحسوا فيه كتير الوان موجودة متشابهة لو انتو عندكم الامكانية والقدرة انه انتو تشتروا بالت شوي غالي بنصحكم بهذا بالت بيجنن وكتير بيطول هذا اشهر بالت عند انستازيا واكتر بالت ايشادو مناسب للمبتدئات وحتى فيه كل الالوان الاساسية وفيه شمر وفيه مات وفيه كل شي هاد البالت فضيع وكيف فضيع بس لو انت ما فيكي ومثلا ما عندك القدرة حاليا هاد البالت كتير حلو ويعني كمان واضح يعني شوفوا مثلا واضح بس اول شي رح استخدم هاد الايشادو اللون اصدي ورح احطه على الكريس كلها نفس هيك بالنسبة للفرش بنات خليني اكون صريحة معاكم ما جربت فرش من دراج ستور انا بصراحة لو انتو بتحبوا الانلاين شوپنج سمعت كتير ناس بتمدح فرش شيئا بس انا صراحة ما جربتهم لهلا فما بعرف نفس هيك انا راح اصوي شي كتير خفيف ما راح اصوي شي كتير واو نجي هلا على الايلاينر لو انتم مبتدئات فاكيد مشكلاتكم تعرفوا ترسموا ايلاينر كتير بنصحكم بانكم تستخدموا هاد الايلاينر اللي بيجي نفس هيك ايلاينر الطبعة كتير حلو وسهل وثابت بتحطوا نفس هيك بس وبعدها من الناحية الثانية بتوصلوا بهذه الطريقة وصار عندنا ايلاينر صار لساعة عادة عم بدور على ايلاينر وتن وايلد عشان افرجيكم اياه كتير منيح بس شكل ضايع من الكركبة المهم اللي بديشوفو انا استخدمته بكذا فيديو عندي من قبل احضروكم كمان صورته هون اوكي كمان كتير منيح وكتير ثابتوا سوادوا بيجنن هلا بنات يجي وقت المسكرة اشهر مسكرات موجودة بالعالم العربي كلياتو هم مسكرات ايسنس اوكي هاي والوردية بحسب هم اكتر شي مشهورين انا بصراحة كتير بحب الوردية وبحب هاي هدول الاتنين اكتر شي بس صايرة هالفترة احب هاي اكتر وفي كمان هاي المسكرة من لوريال كمان كتير حلوة بتجيب راسين راس بتكون الفرشة فيه صغيرة نفس هيك والراس الثاني بتيجي كلياتها فيها فايبرز بحب الاتنين بصراحة بس هاي الفترة صار كتير احب مسكرات ايسنس فبجيب اي كيرلر اللي هو ايلاش كيرلر هذا جبته من موموسو اوكي فتلاقوا باي مكان يعني ممكن تلاقوا كمان بامازون معبة فراح بس اقلب شوية رموشي اوكي المسكرة كتير حلوة شوفوا كيف جاية فبجي وحطها على رموشي عن جد بنات من احلى المسكرات اللي جربتهم ورخيصة ما بتعدى 14 درهم بعد ما خلصنا من العيون بنجي على الوجه برايمر بصراحة من تجربة الشخصية انا احسن برايمر بالدراج ستور حسيته هو هاد من مايبيلين اسمه بايبي سكن وسعره كمان رخيص هاده حسيته اكتر واحد حلو اكتر واحد ناسبني بالدراج ستور ما بعرف جربت اكتر من نوع هاده احسن واحد فاللي بسوي هو انه انا باخد منه شوي بس اوكي ما بكتر لانه حسيته كمان شوي بده احيان الوجه فباخد منه شوي نفس هيك بحطه بس على الاماكن اللي بتخطط في بشرتي مثلا فيها خطوط هاي خطوط الضحك هاي شايفينها وبطبطب عليه تحت عيوني ما كتير بخطط فما بدي ازود كتير برايمر حطوا مثلا هون اماكن اللي فيها شوي مسامات نفس هيك نيجي هلق على اهم شي بالدنيا واكتر شي مجدد من العالم اللي هو الفاونديشن شوفوه في كزا نوع فاونديشن من الدراج ستور كتير حلوين كتير اول نوع طبعا اكيد كل الدنيا اكيد عارفة انه انا رح تكلم عنه اللي هو برجوه هلثي ميكس هادا النوع هادا الفاونديشن بيفوز على كل الفاونديشن الغالية والارخيصة موجودة بالدنيا هادا الفاونديشن باموت عليه باموت عليه حتى عندي شوفو مخلص مخلص بجنن بجنن باموت عليه من ناحية التكستشر من ناحية التغطية من ناحية كل شي بالدنيا كتير حلو والحلو في انه فيه فيتامين سي و اي و بي فايب يعني هو اصلا فيه فيتامين مشان هيك مسمينه ماخلي باموت عليه بس هادا اتوقع ان هنا الاغلى فاوندي حتم يعني هادا اتوقع ميّة ناحية الدرهام او ميت ريال تاني واحد اللي هو فيتامين مخلص من عندي او مرجعت اشتريه مرية تانية عشان اه اه Этот باشي world انا كبير بحبه وكل شي ساعره بس فيه مشكلة وحده انه هو درجاته محدودة يعني مثلا أنا درجتي بالظبط مش موجودة هناك إذا بدي أشتري لازم أشتري درجتين الأغمأ مني والأفتح مني وأخلطهم مع بعض وأحطوا على بشرتي لأنهم ما في كتير درجة سو هاي هي المشكلة الوحيدة اللي واجهتها بفتمي بس غير عن هيك كتير حلو وكتير بحبه تالت فاونديشن الفاونديشن كمان هذا كتير بعشا واللي هو من نيكس اللي هو نيكس دروبس أوكي كتير منيح وكتير حلو بس الوناطي اللي في عندهم كتير عيوب في بشرتهم ما رح ينسبهم لأنه شوفوا كيف نفس الماء كتير خفيف أوكي فيه تغطية بس مش تغطية كبيرة كتير بس حلو بمشي الحال بصراحة أنا بحبه أنا لبشرتي أنا بشرتي ما فيها عيوب بشرتي فيها أنا بحب النمش اللي ببشرتي يعني عادي بحب يبيم أصلا يعني ما بحب استخدم فاونديشن فل فل كوبر بس حلو أي وحدة ما عندها كتير عيوب بشرتها بدها فاونديشن خفيف على البشرة فعلى فكرة هذول الثلاثة بناسبوا استعمال يومي بس أكثر واحد بحثوا بناسب استعمال يومي هو هاد لأنه أخف واحد بعدها بيجي هلثي ميكس لأنه أريدي فيه فيتامين يعني فيه SPF على ما أتوقع بما أنه برجو مخلص من عندي فتمي مخلص من عندي ما رح أستخدم إلا هاد ما عندي غير هاد فراح أستخدمه رح أحطه على بشرتي شايفين كيف كتير ماي بيوتي بلندر ووزعه شايفين التغطية تبعته وكيف أنه مبين أنه الوجه لساته حيوي لساته حلو ما في عليه كتير طبقات ونشرقت لسا فيه لمعة صراحة بحب هاد الفاونديشن أنا بنيجي على الكونسيلر أكتر كونسيلر بحبه بالدراج ستور اللي هو هاد من ميبلين وكتير بحب كونسيلر فيتامي كمان من ميبلين كتير حلو هاد الكونسيلر مستحيلة خليه يخلص من عندي يعني كل ما يخلص على طول على طول براح أجيبه نفسه نفس برجو هلثي ماكس الحلو فيه انه هو خفيف اوكي بنفس الوقت منيح بيغطي لنا العيوب مثلا لو فيه لو فيه عيوب عندنا تحت العين بشرتنا خفيف وفيه السبونج تبعه أصلا فكتير حلو اوكي سو أنا طراحة كتير بحب هاد الكونسيلر أصلا قره بيخلص يعني تقريبا شايفين بس ضل هاد بحطه على الأماكن اللي بديها تنور اللي فيها عيوب مثلا لو حبوب أو كذا نفس هيك هد نجو هلأ ببيوتي بلندر أعيد وكرر لو انت مبتدئة اشتري شغلة واحدة بس من كل شي انت هلا قاعدة عم تجربي انت هلا قاعدة عم تشوفي شو المناسب لبشرتك يعني أنا بتذكر أنا كنت تقريبا كل ما يخلص من عندي فونديشن أروح أجرب نوع جديد لحد ما بالأخير استقريت على نوع واحد بس فمشان هيك اشتري كل مرة اشتري شغلة واحدة يعني خلص فونديشن واحد لحد ما يخلص اشتري الثاني كونسيلر واحد لحد ما يخلص جربي نوع تاني فهمتي نصيحتي لإلكم كمان بناعت خصوصا بموضوع الفونديشن والكونسيلر هذا خصوصا بموضوع الفونديشن ما عليكم الكونسيلر خدوا معاكم سامبلز بس انتوا مثلا تروحوا على أي محل قولونهم مثلا يعني خدوا علب صغيرة قولهم حطوا لي يعني شوي من الفونديشن خدوا جربوا طلعوا فيه ورجعوا شوفوا إذا أجبكم خدوا إذا ما أعجبكم لا تخدوا نجي هلأ لموضوع البلشر لو أنت ما عندك القدرة تشتري بلشر كريمي تنت حتى لو بلشر باودر عادي فيك تستخدمي أي روج أحمر عندك أو أي روج بينك عندك عادي ما بشوف أنه في فرق بصراحة فممكن بلشر أحمر بلشر أحمر روج أحمر أحطه على منطق هاي بيوتي بلندر أدمجه نفس هيك شايفين ما أحلى اللون شايفين نجي هلأ بنعت على موضوع الكونتور الكونتور أنا صراحة كنت أستخدم هذا الاستيك من ميبلين هذا الاستيك بيجي عبارة عن لونين لون دارك ولون فاتح بستخدمه ككونتور وكهايلايت بس حاليا في كتير أشياء طلعت أحلى منه كونتور بالتس تبعون نيكس والستيكس تبعون نيكس كتير أحلى وكتير مناح وكتير حلوين بس أنا ما عندي إياهم فارح أستخدم هذا هلأ معاكم هجيب هذا الغامة وأسوي كنتور كنت كتير أحب لونه لأنه لون الكونتور في جاي على غريي مش جاي على بني فبتحسو أنه هو فعلا لون الكونتور لون الظل فكنت صراحة أحبه كتير لحد اليوم بحبه بنصح فيه بس نيكس طلعت أشياء أحلى بكتير من هاد شايفين كتير الكونتور تبعون ناعم وحلو اه اوكي نيجي هلأ على اللوس فاودر اللوس فاودر اللي كتير حلوة وكتير بحبها باعتبرها بديل أرخص لكتير اللوس فاودر حلوين اللي هي فلورمار نجي نفس هيك بهاي بس أنا هاي ما بستخدمها هحط أنا درجتي لايت ساند فيه اللوس فاودر أنا بحب أجيبها شوي فاتحة أو تكون ترانسلوسنت شفافة عشان بس الهايلايت تحت العين أو كذا نفس هيك هجيب بيوتي بلندر وأحطها على الأماكن اللي بدي أسوي فيها بيكينغ نفس هيك كتير 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 حلوة لوس فاودر فلورمار بصراحة فيه كمان لوس فاودر فتمي من ميبيلين هي كتير حلوة بس مش موجودة بكل الدول هلأ رح أجي رح أخذ الباقي بفرشة كبيرة أنشف كل وجهي رح أستنى شوي لحد ما الباودر تتغلغل فيه تحت عيوني هلأ بنيجي بنشيل الزايد هايلايتر واحد بس خليكم من كل الدنيا هايلايتر واحد بس نوت هايلايتر نوت كتير حلو شوفوا حجمه ما أكبره شوفوا شوفوا هلأ علي شوفوا شوفوا هايلايتر شوفوا ما أحلى هايلايتر كتير حلو شوفوا شوفوا هايلايتر بحسوا هو الأوفرة تبع الدرنج ستور نيجي هلأ علي الكحل أنا فصراحة مأحب إلا كحل بريمين لندن بس الأسود أو البيج أو أي ألوان تانية الكحل تبعهم عبارة عن زبدة كتير كريمي ما بسيح كتير حلو كتير بحبه أحلى يعني أحلى أكحال أو كحول بالدراج ستور عندي هما كحول أو أكحال ريميل لندن كتير بحبهم سوف أحطوا بعيوني يشوفوا أنتوا كيف عم يمشي معي فاهمين شوفوا شوفتوا شوفوا يارب يكون مبيض عليكم بس لأني ما بقدر أحط كحل أنا بطلع الكاميرا هلا أبنشي للأرواج هما ثلاثة برندات بسم الأرواج أنا بحبهم بالدراج ستور هما أول شي ريميل لندن ريميل لندن كتير بحب الأرواج تابعتهم خصوصا اللي بتكون نفس هيك الكويد كتير حلوين وبيثبتك ثابتين كتير ما بشققوا الشفايف تاني شي كتير بحب أرواج نيكس كتير خصوصا اللي بتكون نفس هيك أرواج هم اللي بتكون أرواج عادية strategية هيك كريمي ما كتير بحبها بحس انها تخفي بعد قليل هلوان تجننها وهم مليون ألف لون أرواج برجوة تكون نفسها شايفين؟ أرواج برجوة تكون جيدة بس عبهم هلوان بشاق الشفايف بس برجوة بذكر هم هرباتي 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 حيث هدول كتير حلوين أحلى من هدول بألف مرة دولة الاثنين هم المفضلين عندي من أرواج نيكس أول واحد اسمه روم تاني واحد اسمه بودابست أوكي سرح أحطهم هلأ معاكم حتى مخلصين أصلا هذا بودابست هلأ رح أحط فوق روم روم بالمرة كتير مخلص فأرواجهم كتير حلوة شايفين ما أحلاهم وبسأله يا بنات هدول هم أكتر 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 أحبهم من The Drugstore وبحس أن هم جدا مناسبين للمبتدئات أنت كمبتدئة هلأ مش محتاجة أنه أنت يكون عندك مليون ألف فونديشن مش محتاجة يكون عندك مليون ألف كونسيلر الشي الوحيد اللي ممكن أنه أنت تشتري منه كذا شغلة اللي هو الأرواج أكيد لأنه كل عائتنا منحب نغير بالأرواج بس غير هيك ما بحس أنه أنت محتاجة جربي فونديشن واحد بس جربي كونسيلر واحد بس جربي برايمر واحد بس بالنسبة لي بحس أنه أفضل شيء أو أضمن شيء أنه أنت تشتري برايمر منيح الفونديشن والأشياء الثانية اللي بتكون فوق البرائمر بحس أنه البرائمر رح يعدلها لكم إلا إذا كانت طبعاً غلط في الدرجات أو في الألوان نصيحتي إليك لو أنت بدك الأساس وكل شيء يبين أنه هو سموث استخدمي برايمر منيح أو برايمر بنافت بالأصح لأنه أنا دايماً أي حدا بيسألني عنه عطول بنصحه فيه بس والله يا بنات في كتير برودكس موجودين عندي في البوتيك لنك البوتيك كالعادة بصندوق الوصف أو بديسكريبشن بوكس لو حابين تشتروا من هناك اشتروا لو مش حابين كيفكم؟ وبس والله بحبكم كتير 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 لا تنسوا السبسكرايب واللايك والكومنت والله باي